نتائج اجتماعات موسكو بشأن الأزمة السورية حسابات النجاح والفشل موضوع الجزء الثاني من حوارنا هذه الليلة أرحب بضيفينا معنا من موسكو الكاتب الصحف السوري أحمد كامل ومعنا من موسكو أيضا مديرة مركز الشرق الأوسط وآسيا في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية الدكتورة إلينا سوبونينا أذكركم أن بإمكانكم أيضا المشاركة معنا في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعنا تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفي دكتورة إلينا سبدا معاك مساء الخير البعض يقول يعني مؤتمر موسكو لم يحرز أي شيء يذكر سقف التوقعات أصلا لم يكن مرتفعا النتائج باهتة مستوى التمثيل باهت إلى حد كبير خاصة على مستوى المعارضة وبالتالي يعني لم يقدم ولم يؤخر ما رأيك؟ مساء النور شي جيد أن الحوار قد بدأ نعم مستوى كان ممكن أن يكون أفضل ولكن المعارضة أيضا تتحمل المسؤولية على هذا الشيء شي متأسف أن بعض زعماء المعارضة لم يأتوا رغم أن روسيا وجهت دعواتها لكثير من زعماء المعارضة برأيي هذا هو خطأ لأن المعارضة تفوت الفرصة وهي الفرصة الزهبية لبدأ الحوار أنا لا أرى بديل آخر لهذا الشيء إلا استمرار الحرب استمرار الحرب الأمر غير مقبول لكثيرين ولروسيا أيضا يمكن أمريكا لها مصلحة في استمرار الحرب لا ندري ولكن هناك تساؤلات كبيرة حول موقف أمريكا وزير خارجية أمريكا سيد كيرا رحب بجهود موسكو ولكن بصراحة أمريكا لم تبذل جهود كثيرة لإقناع الاعتلاف على سبيل المثال للذهاب إلى موسكو وهذا خطأ أيضا فنحن ما كنا نتوقع نتائج كبيرة من هذا اللقاء حتى من قبل بدء اللقاء هذا مستوى التموحات والتوقعات لدى الدبلوماسيين الروس قد خفف لأنه الواضح أن الأمر هذا صعب جدا وبعد اعتذار بعض زعماء المعارضة الأمر أصبح أسعب ولكن في موسكو تشكلت الأرضية لاستمرار الحوار فيما بعد ولكن الأرضية موجودة دكتورة إيلينا الحوار ليس الحوار الأول كان هناك جولات جنيف كما تعلمين وكان هناك وثائق تم الاستناد إليها بيان جنيف هذه المرة هناك وثيقة أطلق عليها مبادئ موسكو عشر نقاط اللافت في هذه الوثيقة أنها تتضمن أشياء لا علاقة لها بالأزمة السورية مثلا الوثيقة في بندها العاشر تقول ضرورة وقف احتلال الجولان ورفع العقوبات عن الشعب السوري ما علاقة الجولان بما ذهبوا ليتحدثوا عنه في موسكو الجماعة أتفق أن هناك مواضيع ممكن أن تتم مناقشتها فيما بعد ولكن روسيا لا تريد أن تحتكر العملية التوسطية روسيا تقول أنها تريد أن تعتمد على قرارات جنيف روسيا تقترح استمرار هذه اللقاءات ليس في موسكو فقط أما ممكن أن تستمر في جنيف في مدن أخرى هذا يعني أن روسيا مستعدة أن تنسق هذا الأمر مع اللاعبين الآخرين أما وثائق جنيف أنتم تعلمون بشكل جيد أن النقطة الأساسية قد أثارت الخلافات ما بين المعارضة والحكومة وهو المصور السياسي لرئيس أسد فإذا بقينا نركز على هذه النقطة فليس هناك أي حوار لقاءات موسكو أثبتت بأنه ممكن أن يتم الحوار على أقل ما بين جزء المعارضة وممثلي الحكومة السورية بدون مناقشة هذه النقطة فوضعها خارج إطار هذه اللقاءات أعتقد شيء مهم لأن هذه النقطة بالذات هي تعرق العملية التفاوضية وهناك مسائل أخرى مثل مكافحة الإرهاب مثل مواضيع إنسانية وغيرها ممكن أن تتم مناقشتها في الأول أما فيما بعد فهناك تشكيل الحكومة الموقعة والآخر هي بس خلينا نركز على شيء واقعي طيب سأنتقل إلى موسكو أيضا معنا من هناك الكاتب الصحفي السوري أحمد كامل السيد أحمد مساء الخير مرحبا بك معنا استمعت إلى ما قالته السيدة الدكتورة سوبونينا ويقول البعض أيضا في موسكو بأن المعارضة التي لم تحضر فوتت الفرصة على نفسها لا يوجد شيء آخر اليوم مطروح على الساحة فيما يتعلق بالحراك الدبلوماسي لمحاولة حل هذه الأزواء سوى هذه الأفكار والخطط والمبادرات الروسية لماذا ضيعت المعارضة أو جزء كبير منها هذه الفرصة بعدم المشاركة؟ مساء الخير طبعا المعارضة لا ترى بأن هذه فرصة على الإطلاق وأنها خيرت ما بين الانتحار وما بين تفويت هذه الفرصة لا يمكن أن نتخيل أن مؤتمرا يؤقد ويدعى الناس فيه بصفاتهم الشخصية لا يمكن أن تدعو وزير الخارجية الأمريكي لاجتماع وتقول له أن تحاضر بصفتك الشخصية ثم أن الخطأ الأساسي الذي لا يمكن إصلاح هذه المسيرة بعده أبدا قائم على أساس أن المضيف هو الذي يختار هو الذي يحدد من هو الطرف الآخر طبعا وجه دعوة للنظام كنظام وليس كأشخاص هل كان من الممكن مثلا أن يدعى السيد بشار جعفري كشخص؟ طبعا هذا غير جدي لا ولكن الوضع بالنسبة للوفد الرسمي واضح المسألة أستاذ أحمد فيما يتعلق بالمعارضة كما تعلم جيدا وضع المعارضة ليس بالوضع الأمثل فيما يتعلق بتوحيد الصفوف وتوحيد الرؤية واختيار الشخصيات التي يمكن أن نقول أنها ممثلة للمعارضة بالفعل نعم هذا صحيح ولكن الأمور ليست إلى درجة أن يدعى حزب مؤلف من سبع أشخاص كلهم مؤلون للنظام لم يكن ولا في يوم من الأيام من المعارضة أن يدعى هذا الحزب بصفة حزب معارض هذا في استهدار بالشعب السوري وبمن يمثلون الشعب السوري ثم لبأس أن نترك كل هذه التنظيمات التي تدعي الشعب السوري لنترك من يدعي الشعب السوري من يمثله ولنذهب إلى ما يريده الشعب السوري يعني لا الشعب السوري كان حاضرا ولا ما يريده الشعب السوري مطالب الشعب السوري ليست حاضرة الشعب السوري لم يثور ضد الإرهاب الواضح تماما أن الهدف الأول هو مكافحة الإرهاب وقال الوزير الروسي توحدوا قال للنظام واللحاضرين المسمين معارضة توحدوا ضد الإرهاب لا السوريين ما ثاروا ضد الإرهاب ولا لأسباب اقتصادية ثاروا لهدف واحد وواضح تماما أنه هن تحت نظام استبدادي استعبادي أكثر من استبدادي أكثر من استبدادي كثير ولا يمكن أن يرجعوا السوريين أبدا أنه يرجعوا تحت حكم عائلة وتحت حكم مفرط في الاستبداد هذا ما ممكن وبعدين النظام سقط في ثلاثة أرباء الأراضي السورية بإمكانك الرجوع للخرائط وترى أنه 72% من الأراضي السورية خرجت من سلطة النظام ومن هم حاضرون الآن في موسكو النظام يمثل 28% فقط من الأراضي السورية والطرف الذي يفاوضه تقريبا لا يمثل شيء فإذا اتفقوا الموجودين في موسكو النظام والطرف الآخر المدعو هنا فإن ذلك لا يغير شيئا من واقع الحال على الأرض السورية على الإطلاق لأن الأطراف المسيطرة على 72% بالضبط يعني 72% من الأرض السورية غير موجودين هنا ثم أن الشعب بمطالبه الأساسية الديمقراطية غير ممثل على الإطلاق يعني أغلب الحاضرين إن لم نكن كلهم هم يؤيدون النظام ويطالقون من فكرة أن هذا النظام باقي إلى الأبد بينما الشعب السوري يفكر غير ذلك تماما يعني فيه مزاج آخر تماما فلا الشعب السوري ممثل تمثيل صحيح ولا فكرة ولا مطالبه ممثله دكتورة إلينا يعني البعض يقول يعني ينتقد موسكو ويقول أن موسكو لم يكن ينبغي لها أن تدعو إلى هذا المؤتمر لسبب بسيط أنها غامرت بمصداقياتها يعني في نهاية المطاف هناك مصداقية روسية على المحك ودعوة هذه الشخصيات والحضور المتواضع الذي شهدناه يعني يؤثر في مصداقية موسكو ولم الآن لا أحد يأخذ المبادرات والخطط الروسية على محمل الجد ما رأيك؟ أنا أرى أن موقف روسيا هو واضح ومبدئي ممكن من ينتقد هذا الموقف ولكن لا أحد يستطيع أن يقول أن موقف روسيا هو متذبذب أو غير واضح أو يتغير وهذا بالمقارنة مع موقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما فهناك عدم الوضوح ماذا يريدون أما روسيا فدائما كانت واضحة روسيا لا تعتبر نفسها طرفا في هذا الصراع روسيا تعتبر نفسها وسيط وروسيا في أثناء هذه اللقاءات حاولت أن تكون متحادي وحتى الدبلوماسيون الروس لم يحضروا هذه الاجتماعات بشكل مباشر أنتم تعلمون أما بالنسبة لتوجيه الدعوات بهذا الشكل أنا ممكن أن أتفق أن هذا كان من أخطاء فنية ممكن الخارجية كانت تنطلق من الأمر أنه في أثناء التحضير لمؤتمرات جنيف كثير من الأيام قد تطلبت لحل موضوع من يمثل من؟ هل منظمات المعارضة ستشارك هناك تحت مظلة واحدة؟ هل تحت مظلة الاعتلاف؟ وكيف سيكون تنسيق ما بين هذه المنظمات أو غيرها؟ فالخارجية الروسية أرادت أن تتجنب هذا الأمر لنركز على أشياء ملموسة وملحة يمكن هذا أزعج المعارضة في الخارج خاصة ولكن للأسف أنا أشعر بأن بعض زعماء المعارضة قد أخذوا هذا الأمر كمبرر لهم لكي لن يأتوا على أقل لجنة التنسيق مثلا كانت موجودة وكانت هناك منظمات بالفعل تطالب بالإصلاح السياسي في سوريا وهذا الشيء جيد أما أن زعماء لأتلاف لم يأتوا روسيا غير مرتاحة من هذا الأمر بصراحة روسيا كانت تريد منهم أن يحضروا وإذا استمرت لقاءات موسكو فيما بعد فروسيا ستصر بتوجيه دعواتها لهم من جديد رغم اعتراضهم على الحضور لهذه المرة هل برأيك موسكو ترى أن المعارضة الداخلية ما يسمى بالمعارضة الداخلية هي معارضة ذات مصداقية دائما كنا نسمع من السيد الأخضر الإبراهيمي وربما قبله المبعوثين يقولون يتحدثون عن معارضة ذات مصداقية هل المعارضة في الداخل اليوم برأيك هي ذات مصداقية السيد الأخضر الإبراهيمي الآن هو رحب بجهود روسيا كما رحب وزير خارجية أمريكا السيد كيري بجهود روسيا وأيضا الاتحاد الأوروبي للأسف أمريكان لم يبذلوا جهودهم لإقناع زعماء المعارضة وخاصة الاتلاف للوصول إلى موسكو ولكن المعارضة التي حضرت لها النفوذ في سوريا أما هل هذه المنظمات ذات مصداقية أم لا فممكن نتكلم حول كل المعارضة السورية ووضع مؤسف هذا هو معروف المعارضة مشتتة الصراعات ما بين الأشخاص وما بين منظمات كثيرة الخلافات حادة وكبيرة ولكن للأسف هي ليست فقط الخلافات على برامج أو طروحات في وجهات النظر هناك للأسف الصراعات على مناصب والخلافات ما بين الأشخاص فهذا شيء سيء للغاية وأنا لا أتفق أن المعارضة في موضوع اللقاءات في موسكو قد حيرت ما بين عدم الوصول أو الانتحار ما زل مقصود تحت كلمة الانتحار الاحتراق للشخص كشخص سياسي أعتقد أنه على زعماء المعارضة أن يفكروا بمصير الشعب السوري والشعب يريد السلام ويريد أن يعيش فهناك ممكن بعد الأحداث الأنانية للأسف تسيطر على بعض زعماء المعارضة طيب أستاذ أحمد ما رأيك أهداف أنانية تسيطر على بعض زعماء المعارضة والمعارضة التي لم تحضر وضعها مؤسف هل يمكن أصلا اختزال المعارضة السورية في جهة واحدة في الائتلاف أو في غيره هناك الآن شخصيات مستقلة تعتبر نفسها شخصيات معارضة لا تلتزم بالضرورة بخط الائتلاف أو جهات أخرى يعني أنا قصدت بالانتحار بمعنى تجريد هذه الجهة من معكم من ادماء سياسي ومن برنامجها هل تسمعني؟ نعم الانتحار قصدت فيه أنه لما تدعو أحد بصفته الشخصية أنت تجرده من برنامجه السياسي من هوية السياسية من تمثيلته يعني قضينا أربع سنوات والعالم يطالب أولا المجلس الوطني بأن يتشكل تشكل ثم أن يتوسع توسع وظل يتوسع حتى انفجر ثم إطار أوسع هو الائتلاف كل هذه حجج للتهرب من الموضوع كل هذه حجج واضحة تماما يعني ولا تنتهي المطالب من المعارضة السورية ومن الشعب السوري لا تنتهي مع أنه تمت الاستجابة لها جميعا جميعا إلى ملا نهاية تم توسيع المجلس الوطني ثم الائتلاف الوطني والهدف واضح تماما أن يقدم الشعب السوري بأنه لا يمثلوا أحد طيب لا يمثلوا أحد ولكن أليس له مطالب تقولين أن هدف السلام لا هدف الحرية فيه فرق كبير ما بين السلام وبين الحرية إذا كان هدف السلام يعني العودة إلى الاستبداد فهذا لن يحصل يا سيدتي صدقيني يعني وأي جهد يحاول أن يقنع السوريين بالعودة إلى حكم الأسد وآل مخلوف هذا لن ينجح أبدا ما عنده ولا أي فرصة والسوريين مستعدين واضح تماما مستعدين يقضبوا أقصى تفضحيات ولكن لن يعودوا إلى النظام كما كان إذا طيب أعتقد لدينا مشكلة في كان المكترح والعودة إلى النظام السابق فهذا جهد ضائع وغير مجدي للأسف ما فيه على الاتفاق طيب أستاذ أحمد سأتوقف إذا سمحت لي ربما حاولنا أصلاح أو عادة الاتصال بك عبر سكايب دعونا نستعرض بسرعة بعض المشاركات التي وردت قبل قليل عمر حدو يقول لا حل في سوريا إلا برحيل الأسد وقبول جميع الأطراف المتصارعة بهذا أحمد ناصر يقول يجب أولا التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار وفك حصار المدن صلاح عثمان يقول من غاب عن اجتماعات موسكو لا يريد حل الأزمة السورية منصور طلمون يقول الحل العسكري هو الفيصل للأزمة السورية المؤتمرات لن تعيد من قتل إلى الحياة وضاح الشعبي يقول مؤتمر موسكو لن ينجح لأن الروس شركاء في قتل السوريين أحمد صلاح الدين يقول النظام يتحاور مع نفسه ممثلة في المعارضة التي صنعها بشير المصلت يقول المؤتمر نجح على الأقل في وضع ممثلي المعارضة والنظام على الطاولة نفسها ومروان محمد يقول لا حل للأزمة السورية في ظل وجود داعش والنصرة دكتورة إلينا مسألة الروس شركاء في قتل السوريين كما قال أحد المشاهدين وأن النظرة إلى موسكو على أنها ليست طرفا محايدا وعلى أنها الداعم الأساسي لنظام الرئيس بشار الأسد في مواصلة هذه الحرب هل بالفعل موسكو طرف محايد وسيط نزيه يأخذ المسافة نفسها من الأطراف المتصارعة في هذه الأزمة؟ روسيا الآن تنطلق من قراءتها لما يحدث في سوريا وفي منطقة الشرق الأوسط وروسيا تعتقد بأن الخبرات الأخرى تثبت بأن أولا تغيير الأنظمة بمساعدة القوة من الخارج هي لن يؤدي إلى الخير والاستقرار بالعكس تماما لدينا أمثلة كثيرة حيث هذا الأمر قد أدى إلى عدم الاستقرار بالعكس تماما وروسيا تعتقد أن الآن المعارضة السورية لا تستطيع أن تصل إلى الحل العسكري في البلاد نعم ولكن للوجه الآخر لهذه المعادلة صحيح المعارضة لا تستطيع إسقاط الأنظمة بدعم من الخارج ولكن أيضا الأنظمة لا تستطيع الحفاظ على كرسيها بدعم من الخارج أيضا صح فهذا هو الأمر الواقع فلذلك نحن نرى أنه لحتى الآن هناك فقط إمكانياتين في سوريا يا استمرار الحرب يا بدأ الحوار روسيا الآن ركزت على بدأ الحوار وروسيا دعت المعارضة بكل أطيافها إلى موسكو باستثناء المعارضة المتطرفة الموجودة في القوائم السوداء وروسيا قالت أهلا وسهلا للجميع بما فيه الائتلاف الائتلاف هو رفض فمن يقول أن روسيا مسؤولة على ما يحدث في سوريا لماذا لا يتكلم أن أمريكا مسؤولة على ما يحدث في سوريا أعتقد أن المعارضة وخاصة الائتلاف هو راهن على أمريكا قبل كل شيء ولكن لماذا سيد أوباما لم يتحرك طيب والآن سمعنا أنه بالفعل كان هناك مطالب بتشكيل المجلس الوطني بعدين توسيعه بعدين تشكيل الائتلاف من كان يطالب بهذا الشيء؟ أمريكا وهي الآن غير راضية على الائتلاف فقط لأنه لديه نفس المشاكل الخلافات عدم وجود برامج واضحة ورؤية فكل هذا أعتقد أن على المعارضة أن تلوم نفسها قبل كل شيء على ما يحدث شكرا جزيلا لك يا دكتورة إلينا سوبونينا مديرة مركز الشرق الأوسط وأسيا أعتقد هذا هو الصفة شكرا جزيلا لك على وجودك معنا من موسكو شكرا